لكم بس قبل ما نطلع الفاصل اوزوريو في حديثه مع الجهاز المعاون مستعدين للسوبر بس عايز اقول كلمة بس اوزوريو مدرب قويس جدا لجنة الكورة اخترته كنا مختارين الالماني كلنا عشان السن وبعد كده كان فيه مدرب تاني عرفنا حاجات عنه او اسلوبه طريقته فكان اوزوريو هو الترشيح التاني للجنة الكورة المحترمة المتواجدة بوجود كابتن احمد عبد حليم كابتن جمال عبد حميد كابتن طريق يحيا كابتن اسماعيل يوسف كابتن حمد عبد اللطيف كابتن خالد الغندور كابتن عبد الحليم علي كابتن احمد حسان ميدو كابتن امير مرتضى منصور اوزوريو بدأ شكل الفريق يتغير معاه لكن الحكم على اوزوريو على نجاحه للسبدري لكن المبشرات بتقول حاجة حلوة ان الراجل كويس وان الراجل يعني عامل شغل مع الفرقة شكل الفرقة تغير تمركز اللعيبة التزامهم داخل الملعب تغيرات بتاعته ان دايما الشوت التاني كان الزمالك بيقع بدنيا واي فريق الشوت التاني هو اللي بيستحوز هو اللي قواره خطرة الراجل اول مرة من عشر ماتشاط الشوت التاني الزمالك يكون احسن من الشوت الاولاني ويخلق فرص اكتر من المنافس ده حصل اي نعم قد يكون من وجهة نظري ان التغييرات كانت سريعة شوية خصوصا التغيير الخامس كان فاضل ربع ساعة على نهاية اللقاء ممكن اللعب يجي له شد ممكن اللعب يصاب ممكن الزمالك يكمل عشرة كان لابد ان يكون هناك تغيير يتأخر شوية اخر خمس دقائق عشان الزمالك مايفقدش لعب مايفقدش عنده تغييرات لكن في النهاية دي مباريات الراجل لسه بيستكش في اللعيبة الراجل لسه بيشوف مين بيقدي مين ملتزم الراجل ادى اجازة النهاردة ورجعين بكرة لسه قدامنا ست ست ايام على المباراة الراجل بتدى يذاكر النادي الاهلي وطريقة لعبه هيشوف بكرة الراجل هيتفرج على ماتش بكرة الاهلي مع الرجاء في الرجاء في المغرب مباراة طبعا مصيرية نتمنى التوفيق للنادي الاهلي معندناش مشكلة هي دي الروح الرياضية اللي احنا بنسعى اليها تنافس داخل الملعب فقط مصطفى شلبي طبعا مازال رغم ان هو كان موقوف في الماتش اللي فات ولكن كان موقوف ومصاب وعنده شد في العضلة الخلفية على بكرة وبعده هيبتدوا يجربوه ويشوفوه هو بيعمل تأهيل مع الدكتور محمد اسامة ومع العلاج الطبيعي نتمنى ان هو يلحق مباراة النادي الاهلي لو قدر لنا نحنا نلعب هننتظر قرار مجلس الادارة يوم الاحد هو قرار مهم ومصيري لتحقيق العدالة داخل منظومة الكورة في مصر منظومة الكورة في مصر وانا بأكد لكم ان الفيديو ده الفيديو اللي انا ببعثه ده المسشر عدل الشرباجي اتبعث له على الواتس اب وتقال له ايه يعني ايه ده ما انت قايل اهو ايه اللي انت ايه اهو اشتركوا في القناة